بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة من حديث الروح سائلني الله سبحانه وتعالى أن يسري الكلام إلى القلب والروح وفي هذه الحلقة نتذكر الزيارة زيارة سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم زيارة النبي صلى الله عليه وسلم والتي جعلها المحبين ركنا في الحب مع الحج بمعنى أنهم ما يزورون الكعبة المشرفة ويؤدون المناسك حجا أو عمرة إلا ويقرنون ذلك بزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تسمح قلوبهم أن يغادروا هذه إلا بعد الزيارة أو يجعلون الزيارة قبل الحج وهذا لا بأس به أن تكون الزيارة أولا أو تكون الزيارة آخرا وهي فعلا ليست من أركان الحج ولا من واجباته إنما هي من أركان الحب ومن الشوق الذي يسوق كثيرا من هؤلاء إلى هذه الأماكن المقدسة فتهوي الأفئدة إلى البيت الحرام ثم تهوي إلى مقام النبي عليه الصلاة والسلام ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن أبرز لنا مقام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وجعل مكانه محددا ولا يكاد يكون هناك مكان مقطوع بأنه فيه صاحبه بقدر القطع بمكان مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد جعل العلماء أو أبان العلماء أن هذا المكان فيه من إجابة الدعاء وفيه من صلة الصلة بين عموم هذه الأمة وبين نبيها صلى الله عليه وآله وسلم فيه ما فيه مما لا يعلمه إلا من اشتاق لذلك وحمل في قلبه ما فيه إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يزوره أحد إلا ويرد عليه السلام وهو صلى الله عليه وآله وسلم حي في قبره كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم فإذا زاره الزائر رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مهما تعدد الزائرون ومهما اختلفت ألسنتهم ومهما كثر عددهم رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد علم الإمام مالك رضي الله عنه أبا جعفر المنصور كيف يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت كذلك وأنت إذا قدر لك الزيارة فالزم هناك الأدب وخذها من منطق أنه صلى الله عليه وآله وسلم حي أنه حي في قبره كما قال مالك لأبي جعفر المنصور فإن حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قبره كحرمته حيا وسط النس ولذلك قال له إذا وقفت فتأدب وتذكر قول الله سبحانه وتعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لا ترفع صوتاً ولا تحدث هرجاً ولا مرجاً فإن الله سبحانه وتعالى عتب على أقوام فعلوا ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم فتلتزم من الهدوء والسكينة والوصل بينك وبينه صلى الله عليه وآله وسلم ما لو كنت قائماً أو واقفاً أمامه صلى الله عليه وآله وسلم في الحقيقة وأنت واقف أمامه صلى الله عليه وآله وسلم في الحقيقة وعظ بذلك مالك أبا جعفر المنصور إذن فأنظر ناحية المقام أم أنظر ناحية القبلة قال له مالك ولما تعرض عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك إلى الله سبحانه وتعالى يذكره بحديث آدم عليه السلام لما توسل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في مستدرك الإمام الحاكم هذا ركن الحب وهذا فعل المحبين وهذا فعل المتأدبين مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لا حرمنا الله وإياكم من الحج والزيارة على الدوام وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أشمعي ترجمة نانسي قنقر